نحن بحاجة للقمح يا حياة هذا مضمون رسالة وجهها قائد الشرطة العسكرية بتاعز قبل ان تتداع الحارمة خلف النداء الذي اطلقته الناشطة الحقوقية حياة الدبحاني للوقوف خلف الجيش والامن واسنادهما لكن الخبر من زاوية اخرى فتح بابا للتساؤلات عن حجم القصور الذي تواجهه المؤسسة الامنية والعسكرية بتاعز وكشف عن تقاعس رئاسة الدولة والحكومة وهيئة الاركان والمحافظ والمحور والتحالف عن امداد الجيش بالقمح والغذاء ليس هذا فحسب بل وحجم الخذلان الذي تعيشه هذه المدينة ويصيب قلبها وحارسها الاول الجيش الوطني والامن فالجيش هو الضامن الاول والحقيقي لشرعية اليمنيين ودولتهم وامنها وهو منهمك في اعادة ترتيب صفوفه بعد ان استلب الانقلاب والقيادات الموالية للمخلوع الكثير من قدراته وقواته وسط تحضيرات من مخاطر كسر هيبة الجيش الوطني التي تعد اهانة لرمزية الدولة وبمثابة اعلان عن الاخفاق في معركة استعادة الدولة فهل وصل الامر بالاخفاق في الدعم الى تغذية الجيش؟ اجل لكن الاسواء ان يحدث ذلك في ظل الحديث عن المبالغ الطائلة التي تذهب تحت بند التموين الاتهامات طالت القيادات العسكرية التي مكنت فتح توفيق عبد الرحيم احد ابرز رموز الفساد في عهد النظام السابق ومنحته امتياز التموين العسكري الذي يراه الكثير اكبر بؤرة للفساد يقول متابعون ان اي مقارنة للجيش بالميليشيات على مستوى العتاد والتغذية والامكانيات فان الجيش الوطني يبدو الحلقة الاضعف ففي تعز يفتقر الجيش الوطني لمقرات رسمية ومستشفيات ميدانية وخدمات طبية ناهيك عن التدريب والتموين والصيانة واستيعاب المجندين وعدم انتظام صرف الرواتب فما الذي يتبقى اذا جاع الجيش حارس الجمهورية والهوية الوطنية؟ صحيح اذا كنت اعزتت